عقد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ندوة خاصة للإعلان عن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق لسنة 2022 هذه السنة التي شهدت بقاء العراق في ظل حكومتي الاحتلال الثامنة والتاسعة متذيلا قوائم ومؤشرات قضايا حقوق الإنسان بشكل عام في الوقت الذي يحظى مرتكب الجرائم والمتورطون في الانتهاكات بإفلات مستمر من العقاب جاء في محور القتل خارج القانون أن العراق ما يزال متذيلا قائمة الدول وفق المؤشر العالمي للسلامة والأمن حيث شهدت معدلات القتل ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالسنة الماضية ورصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق خلال العام 2022 ألف وثلاثمائة وستة انتهاكات ضمن محور القتل والإصابة خارج القانون وتضمن التقرير الذي استعرضه القسم إحصاءات وأرقام تتعلق بأحد عشر محورا تشمل قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعزز حالة الفوضى الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة وتجذر الفساد في جميع الدوائر الحكومية الأمر الذي جعل العراق من البلدان الأكثر خطرا والأكثر فسادا في العالم ومنذ مطلع العام 2022 رصد القسم اعتقاله أكثر من سبع وستين ألف مواطنا عراقيا أربعة آلاف ومائتي مواطن منهم بتهمة الأرهاب بينهم مائتين وأحدى عشرة امرأة وفتات وذلك في سبع آلاف وثمانين حملة دهم واعتقال معلنة فضلا عن رزده ميتين وخمس وعشرين حالة قتل رافقت تلك الحملات وسلطت تقرير الضوء على جرائم القتل والإصابة خارج القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإعدام والهجرة والتهجير والنزوح القسري إلى جانب أوضاع المرأة والطفل والأقليات والخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري والوضع الصحي والبيئي ونظيره التربوي والتعليمي فضلا عن وضع الحريات العامة والصحفية وما يتصل بمشروع التغيير الديمقرافي وظاهرة الإفلات من العقاب وعمليات التعذيب أعلم جنابك أنه التقرير الحقوقي هو عبارة عن تشخيص حالة التشخيص للضحايا والتشخيص أيضا وتعريف بهوية الجناة وللكم الهائل والكبير من الانتهاكات التي تميز بها تقرير حالة حقوق الإنسان في العراق للعام 2022 ارتأينا في القسم أنه يكون التقرير بلا عنوان كي لا يتم إهمال أي جانب من جوانب هذه الانتهاكات الكثيرة واسعة النطاق على المستويات كافة وبجميع المحاور بدون استثناء ولا سيما المحاور التي مرتبطة بحياة الإنسان أو الخدمات المقدمة له أو عبارة أو ما يتعلق بشؤون السجون والمعتقلين وما إلى ذلك وأعلن قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن تقريره لهذه السنة يهدف إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وتغاضي القوى الدولية عن جرائم وفساد الحكومات المتعاقبة في العراق على مدى عقدين من الاحتلال المستمر للبلاد